مرحلة المواجهات المباشرة من معركة دحر الإرهاب يبدو أنها باتت في مراحلها الأخيرة في ظل التقدم الذي تحققه قوات سوريا الديمقراطية على حساب تنظيم داعش الإرهابي في جيبه الأخير شرق الفرات بريف ديرزدور ووسط ترجيحات بإنهاء الوجود العسكري للتنظيم في غضون أيام قليلة مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قال في حديث صحفي أن مقاتليهم تمكنوا من تحرير 41 نقطة حتى الآن عقب السئنا في المعركة وتمكنوا من صد هجمات معاكسة للتنظيم الذي يخوض اشتباكات عنيفة محاولا الاحتفاظ بآخر معاقله في مساحة لا تتجاوز الثلاثة كيلومترات مربعة بالي قال أن ما بين 400 إلى 600 من عناصر التنظيم الإرهابي ما زالوا يتحصنون في تلك المساحة ومن بينهم إرهابيون أجانب مبينا أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 500 إلى 1000 مدني يحتجزهم داعش كدروع بشرية بالرغم من أن الأيام العشر التي سبقت استئناف المعركة شهدت إجلاء أكثر من 20 ألف مدني ولفت بالي إلى إمكانية القضاء نهائيا على الوجود العسكري للتنظيم الإرهابي في تلك المنطقة إذا ما تم في فترة زمنية قصيرة إخراج المدنيين المحتجزين أو عزلهم عن الإرهابيين في الأثناء أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج دفعة جديدة من المدنيين المتواجدين في جيب داعش الأخير شرق الفورات تضموا نحو 600 شخص قامت قصد بنقلهم إلى مناطق آمنة بعيدا عن خطوط الاشتباك المرصد قال أن من بين الخارجين نحو 20 عنصرا من داعش بينهم 6 أتراك و5 نساء من الجنسيتين الفرنسية والأوكرانية تطورات متلاحقة تأتي لتؤكد أن التنظيم الإرهابي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة وأنه على وشك أن يفقد السيطرة على آخر جيب له ليعلن بعدها النصر النهائي عليه بعد أكثر من أربعة أعوام من القتال الذي خاضته قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ترجمة نانسي قنقر